أكد قائم مقام الموصل زهير الأعرجي أن هناك تجاوزات حصلت على بعض المناطق الأثرية من قبل بعض التجار داعياً في تصريح لقناة الفلوجة المواطنين لأخذ إجازة بناء من دائرة البلدية قبل الشروع بعمليات البناء أو الهدم وجدنا هناك بعض التجار وأصحاب المحلات أو أصحاب هذه الخانات كخان حمو القد وغير ذلك قاموا بهدم البناية بالكامل عندما كانت أضرارها بنسب قليلة هناك نموذج إجازة رسمية من قبل دائرة بلدية الموصل وفيها كل الدوائر أعضاء لغرض التوقيع ومن لا يحمل إجازة رسمية من قبل دائرة بلدية الموصل لعادل في الترميم هذه الأبنية التي تعتبر هي من حضارة نينوة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية